الاهلي بيخرج من ملعب رادس من ملعب الصعب ده بنتيجة ايجابية امام التراجي التونسي في زهاب نهائي دوري ابطال افراقيا تعادل سلبي هي نتيجة جيدة للنادي الاهلي نتيجة غير جيدة للتراجي وبالتالي الاهلي في شوت اول خرج كسبان كسبان نتيجة ايجابية وهي التعادل السلبي النهاردة الاهلي منذ لحظات لعب مباراة تيكتيكية محترمة جدا هتقول لي زها كريم ده احنا مكسمناش هقولك انت مش بتلاعب برضو منافس سهل اه مش منافس مرعب بس منافس جيد على ملعبه ووسط جماهيره يقدر يخطف هدف بس النهاردة سبعين في المية او تمانين في المية من نقاط قوة التراجي قدر مرس الكولر ولعب النادي الاهلي ان هما يتعاملوا معاها بشكل ممتاز ممتاز لكرات عرضية في معظم الوقت كانت خطيرة على الاهلي لكرات سبتة لكرات طولية طويلة من اللي بيعملها التراجي مميز فيها انت في الشوت التاني احرقت التراجي كمان وكنت الطرف الافضل ولو نسبيا نتيجة جيدة اداء جيد ومن كل اللاعبين انا شايف ناس على السوشيال ميديا يا عم برستاو النهاردة وحش يا عم حسين تقناني يا عبد المرعب ما تتقلفش يا رامي مطباصي يا مش عارف ميه كل اللعيبة النهاردة لعبة كويس جدا بعض الاخطاء البسيطة في بعض المواقف في الملعب ما فيش فرقة في العالم بما فيهم ريال مدريد ومشاستر سيتي اللعيبة بتقدي بشكل مثالي مئة في المئة فيه بس طلعت غلط فيه كولر ما جريتش عليها صح فيه قرار ما خطوص صح بس انا شايف النهاردة ان لعب النادي الاهلي والمدرب مارسل كولر عملوا مباراة محترمة جدا امام التراجي يستحقوا التهنئة عليها الحكاية مش هتخلص هنا لسه فيه مباراة عودة بس ان شاء الله في استاد القاهرة الدولي وسط هتفات وحماس جماهير النادي الاهلي وهي تهتف من تلتة شمال وهي تهتف دايما معاه ان شاء الله بإذن الله ربنا يكرم النادي الاهلي وفي النهاء الخامس على التوالي يكون محقق هذه البطولة بطولة دولة أبطال أفريقيا ومتفائل جدا اشتركوا في القناة